كل الأسباب دي بتخلي المربي يفقد اتزانه في التربية بسرعة جدا جدا وتلاقيه دايما منفعل وعنده موجات من الغضب وموجات من الفعالات المتكررة والمتتالية اللي بتحسسه أنه هو مش قادر يقدم الدعم المين لأولاده ولا قادر يقوم بالتربية على وجهه الصحيح هو بيزيد شعوره ده لما كمان يروح مزود عليه شعوره بالزم ويحصل أنه هو يبقى في قمة الشعور بالإنهاك كمان احنا رصدنا مفاهم خطيرة جدا جدا وإحنا بتشغل في التربية من بعضها المفاهم دي مفهوم أن انت وبتربي تربي وانت حاسس بأنك انت بتضحي انت مش بتربي وانت بتضحي التضحية دي بتخلي بعض الأولاد يحسوا بالمن من أهليهم التضحية مفهوم سلبي يا سادة في التربية لأن فيه فرق كبير جدا 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 ما بين التضحية والعطاء انت بتعطي أه بس على فكرة انت بتعطي مما أعطي لك ففكرة التضحية دي لو سيطرت عليك عتعيش مع أولادك دور الضحية وعشان كده الواحد بيحس أنه هو لما بيحس بقى بدور الضحية أنه هو بيفني نفسه ويستهلكها عشان الآخرين ويعيش بقى دور الضحية ويوصل به الحال لحد الاحتراق النفسي يتحول إلى حطام لكن العطاء بقى بيفتح على قلبك أبواب قيم الحب والعطاء والرحمة والخير والجمال فالعطاء وسع العطاء خير العطاء سعادة العطاء يا سادة اتزان وعشان كده لازم نعرف أن الاتزان هو البوابة اللي نقدر ندخل بيها على الحياة ونعيش مع أولادنا ونحس ونحسسهم بالأمان عايز تحسس أولادك بالأمان عليك بالاتزان لازم تكون أنت بحالة اتزان عشان كده أنا دايماً بقول للناس أن الاتزان هو أساس وركم الإيمان وهو الموصل للأمان طب إزاي أنا كم مربي بقى يجي دي السؤال بقى اللي بيكتر قوي 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 من المربيين إزاي أنا كم مربي أحافظ على اتزاني وسط إحساسي بالضغوط اليومية أول حاجة لازم نغير مفهوم الضغوط عندنا الظروف اللي حوالينا لو فضلنا نسميها ضغوط مش هنقدر نعيش بشكل متزد لكن الضغوط اللي حوالينا والظروف اللي حوالينا هي فرص فرص عشان نخرج أحسن ما فينا يقول لي يعني هيا هو الفرق الكلمة لا مش الفرق الكلمة الفرق المفهوم الذي يحرك الوجدان ويحرك تلك العواطف ويحرك ذلك القلب المفهوم ده مهم جدا لأن إيه اللي يحصل إن الناس بتشقى بفكرة وتسعد بفكرة فإذا إنت عشت إن الظروف اللي حواليك دي ضغوط إيه اللي هيحصل هتحس إن كل اللي حواليك بيعمل إيه إن كل اللي حواليك بيوقف أمامك فتحس بالعجز لو حسيت إن الظروف دي ربنا خلقها عشان توسع عليك وتخرج حاجات كتيرة مركونة جواك من مهارات ومن قدرات وفيه وتخليك متحقق بقوله تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة إن انت هتبص في نفسك وتخرج قدراتك مش أنت مسجون في الظروف دي والظروف مكبلة إيدك ورجلك لا ده الظروف جاية تساعدك مش جاية عندك الله سبحانه وتعالى وسخر عليكم ما في الأرض جميع فالله سبحانه وتعالى كل الظرف اللي حواليها دي كل اللي حواليها دا مسخر ليه فلازم نتدرب على حاجة أنا بسميها اللياقة النفسية يعني إيه بقى اللياقة النفسية دي هي اللي بتخليك تعمل وتعمل وانت في حالة من حالات الاستعداد للسعادة حالة من حالات الإحساس بإن الظروف اللي حواليك دي فيها أكيد شيء يستطيع أنه يساعدك ومسخر ليك عشان تستطيع أن أنت نفسيا تكون مهيئ ومستعد أن أنت تتعامل في هذا الظرف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك أبواب كثيرة جدا 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 لأنهم معلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد خلق الكون مسخرا فلابد أنه خلق في هذا الكون مددا يبقى إيه اللي حاصل الظرف اللي أنت حواليك ده فيه مدد بس ده محتاج أن أنت من الداخل تكون مستعد لكي تلقى هذا